المركز العلمي المركز العلمي المركز العلمي المركز العلمي ومن أول يوم إلى يومك اليوم دائما كان المركز العلمي ولا يزال في طر تجديد دائما كان يريد أن يقدم الرؤية التي كانت محتاجها من المركز العلمي حق الشعب الكويتي والسواحي القاعدين تم إنشاء المركز العلمي الذي نشر المعرفة وفي جو من التفاعل والترفيه فكان هذا الهدف الرئيسي اللي دائما يحفزنا في التجديد المستمر 17 سنة مو شوية لما ندش المركز العلمي بالكويت في منظورة تعليمي في بيئة ما كانت مهيئة حق الجو مثل هذا أعتقد أدى أداء منتاز في 17 سنة هذا لطرح الأمور العلمية في جو تفاعله وترفيه ممتاز أنا دائما لما نمر عند المركز العلمي نشوف أغلب البوستات الخاصة في المركز العلمي تتكلم عن الآيماكس وقصة الآيماكس في تجديد دائما أن كان رسوم تحركة تشد الأطفال وهما مارين وغيرها من ثلاثة إلى بعاد بلشة السينما كانت 3D صحيح تطورت عاد صحيح أول ما بلشت السينما في سينماة آيماكس في المركز العلمي كانت 2D فبدايتها قبل الافتتاح بس شيخ الله رحمه الشيخ جابر قال نبي نقدم شيء تفاعلي زيادة حق الجمهور فخلال ثم انتشر تم تغيير السينما من 2D إلى 3D حلو بس كانت لا تزال في نظام تغليدي نظام البكات نظام الأفلام الفعلية مو الديجيتال واستمرت السينما هذه إلى السنة 2017 من نهاية 2000 إلى 2017 في أداء كان ممتاز كنا نيب أفلام بشكل مستمر لأن بيئة السينما والآيماكس تسمح لنا أن نطور الأفلام بس عندك بالإكواريوم كان يسعون إلى تغيير وتجديد المعروضات الموجودة بس الآيماكس كانت تساعد أزيد في تغيير المادة اللي كانت تعقلها عشان شيء قاعد تشوف انت اللانات والبوستيرات زيادة صح أزين أنا بيتكلم عن نوعية الأفلام المعروضة اختيار نوعية الأفلام المعروضة على أي أساس؟ دائما عند نختار أفلامنا حق الآيماكس تمر في سلسلة كبيرة من الفحص والاختيار أول شيء نشوف شون الأفلام موجودة بالسوق بعدين نقدمها إلى مجموعة فوكسي قروب تشوف هل هي راح تساعد الجو الكويتي والشعب الكويتي في علقاتهم رسالتنا بعدين نختار الفلام على أساسها حالو أزين أتكلم عن الفترة وهذه معلومة أو هذا خبر نحن دائما نتداوله إن لو أنا كنت أو زرت الأكواريوم 2015 متى أقدر أروح المرة الياية وودي عيالي وأشوف فيه تغيير جذري اللي شفته قبل ما شفته على طول بعدها تقريبا هل بأشهر ولا سنة اللي بعدها؟ لا لا نهيا أول شيء إحنا المركز العلمي مركز علمي مو أكواريوم المركز العلمي تضمن آيماكس تضمن أكواريوم وتضمن قاعة الاستكشاف كل زيارة تزورها لو كل أسبوع راح تلقى شيء يديد حلو كل أسبوع هنا تغير كل أسبوع راح تحصل شيء يديد داقة الأكواريوم دايما عندها جداول حق الشارك فيد حق البطاريق حق الطيور ففي عندنا جدوى متكامل حق الفيدز الموجودين فيه وين؟ الاكواريوم حلو فأنت ما راح تقدر تشوف جميع الجداول هذا بيوم واحد لأنه في شيء الصبح في شيء العصر في شيء بالليل أنت نانك تقعد أنت من افتتاح للنهاية عشان تشوفهم عندك قاعة الاستكشاف قاعة الاستكشاف عندك معروضات من حق اليهالة البروضة إلى الشباب اللي بالثانوية معروضات تفاعلية فيها كل شيء تفيد نظريات دالة تقراها وتدرسها بالمدرسة نظري تشوفها عملي في قاعة الاستكشاف غير هذا قاعة الاستكشاف دايما عندهم برامج شبه أسبوعية تقدم ووكشوب تقدم على قولتهم يثير جديدة كل شبوع عندنا شيء بقاعة الاستكشاف أنية حق الايماكس الايماكس كنا نغير أفلامنا كل ثلاثة اشياء في جدول في جدول عادة ألقيتهم أطلت الربيع بالصيف أيد الأضحى أيد الفطر حلو بس بتغييرنا إلى الايماكس ديجتال الأفلام اللي قاعة تنتج بالديجتال وايد أكثر الأفلام الموجودة الحين والمواد الموجودة في حق الايماكس الديجتال بها وايد خيارات أكثر فالمركز بدلا كان ييب أربع أفلام بالسنة الحين المركز العلمي راح ييب من شهر 6 إلى شهر 12 تمان أفلام فهذا التجديد على قاطم حق جمهور والمركز العلمي تجديد شير أنزين إذن متكلم عن اللي يشد انتباه المركز العلمي من السواح إن كان الخليج أو الوطن العربي أنت وكونكم متواجدين بشكل دائم إذا كان في الويكند أو الويكدي من ومن السواح تشوفهم بشكل كبير دائما تشوفهم وصلتوا إخوان الخليجيين نعتمد اعتماد كلي ونسروا البرامج على قاطم مختصة حق إخوان السعودين وبحرانيين حلو يعني ما تمر إجازة ولا عطلة ولا حتى على قاطم ويكند من غير ما تشوف ليش الكويتي ما يروح عماكس يا حلو لا الكويتي موجود الكويتي دائما موجود يعني أخواتهم الكويتي ما يمنوا بي بس كسواح إخوان السعودين والبحرانيين إن شاء الله تواجدهم ملحوظ في المركز العلمي ممتاز أخويا عبدالله أبي أتكلم عن الخطوة الليايا إن شاء الله مع ختام هذا اللقاء وياك تحديدا نحن نتكلم عن شنو الأفكار اللي حاطينا تحديدا في السينما شنو الخطة المستقبلية لهذا المكان الجميل اللي يستغطب الكويتيين وأيضا السواح داخل الكويت بالنسبة حق المركز العلمي إن شاء الله في خطة كاملة متكاملة موجودة حق النص الثاني من 2017 اللي هي برامج السامر كامب في الديسكايفر بليس في برامج يديدة حق الدايفوث شاركس ونهاية شهر سبع إن شاء الله رح يكون في معرض مع عدة مراكز غوص اللي نشر الوعي في الغوص بالكويت مستغلين الشاركويك على قولتهم عشان نقدر نعرض للأمور هذي وبالسينما مثل ما قلت لك إن شاء الله احنا مجدولين ستة فلام يا إيه غير اللي عرضناهم أورادي حق نهاية السنة نزين وهذه الرشادات أنا قاعد أشوفها علق لي على الفيديو هذا هذا مدير مدير أحياء البرية أخ صلاح بهبهاني نوع من أنواع الأوتريتشي برغام يقوم في زيارة المدارس ويعطيهم ساشن كامل عن البيئة البيئة الكويتية عن الطيور عن التوعية وحين صار في تعاون مع هيئة البيئة في إن يكون زيارات مشتركة بين المركز العلمي مع هيئة البيئة حق المدارس زيارات مجانية نبي نوصل من خلالها إنه نوصل حق الأطفال والمدارس والطلاب إنه دير بالكم على حيواناتكم دير بالكم على الكويت دير بالكم على البيئة لا نقط لا نخرب لا نندبح من غير سبب لأن كل هذا يزيد الوعي البيئة في الكويت نعم يعطيك العافية شديد وصلنا للختام أخي عبدالله قواك الله على حضورك اليوم في برنامج مسائي تحديدا دائما يقول بشكل إذا كان هناك في برامج إعلامية وأيضا عن طريق السوشال ميديا هناك بعض الأماكن اللي نفتخر فيها واحدة منها للأمانة أنا واثق من الكلام اللي أنا قاعد أقوله هو المركز العلمي واللكواريوم إذا كان هناك إذا جزء الكواريوم خاص في المركز العلمي أساك على القوة ودائما فيه تجدد وتطور من خلال هذا المكان السياحي رح نكمل بي بعض حلقتنا في برنامج مسائي لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر